مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا سارة مساء الخير عليك كل أهلوية بيتابعونا حلقة جديدة والسادسة والحقيقة يمكن بعيدا عن الكرة وبعيدا عن المواجهة بين الأهل والزمالك أنا بيتهالي المباراة دي عنوانها مصر بتحتفل هي احتفالية كبيرة جدا يهمنا تطلع بالصورة اللائقة اللي تلي بالشعب المصري وبالدولة المصرية وأعتقد أنها فرصة هيتباحها ويتباحها كل وسائل علام فأتمنى أن احنا ننتهز الفرصة فيما يتعلق بقى بمبادرة لالتعصب أنا بيتهيالي طبعا أنها مبادرة إجابية جدا وفي توقيت مهم جدا وأتمنى أن الرسالة توصل ولكن في النهاية خلينا نقول أنه إحنا عشان يبقى في مواجهة فعلية للتعصب يسارة إحنا محتاجين محتاجين نظام ومحتاجين قوانين ومحتاجين عقوبات في قاعدة بتقول من أمن العقاب أسائل أدب أسائل أدب وبرع على فكرة لو تبصي يمكن أوروبا مش عانت بس من التعصب يمكن أوروبا فترات طويلة جدا عانت من العنصرية ويمكن لو بصيتوا حتى على مطشط الدوريات الأوروبية الكبيرة وخصوصا البريمير ليج مثلا هتلاقيوا على التيشرت بتاعت اللعيبة كلمة لمجال للعنصرية ده مش مجرد شعار بترفعه الأندية على التيشرتات لعيباتها بس لكن دورة لوائح وقوانين وعقوبات تلتزم بيها أو يلتزم بيها اتحاد الكرة في إنجلترا ويلتزم بيها الدورات الأندية وتلتزم بيها الأجهزة الفنية وتلتزم بيها اللعيبة وتنعكس على المنظومة بشكل كامل أنا مش بنوم على الجمهور على فكرة لأنه الحقيقة للأسف شديد جدا لما بننزل لقواعد الجماهير ما اعتقدش إنه في حالة التعصب الكبيرة قوي اللي ممكن نقول إن إحنا عندنا أزمة أو مشكلة لكن أنا ألوم على اللي بيغزي تعصب ده ألوم على ميليشيات إلكترونية ألوم على وسائل إعلامي يمكن في بعض الأوقات بتفكر على أو بتركز على نسبة المشاهدة وبتركز على التريند أكتر ما بتتحمل مسؤوليتها على كل أحوال أهلا وسهلا بحضراتكم